السيدة المشاهدين وسهلا بكم في موعد جديد من البودكاست اللي تعاوتوا به زون ميكس حواراتنا الخاصة اللي تتابعوها أسبوعيا شكرا على الفاعلاتكم الكبيرة مع زوز حلقات الولانيين واصلوا في استقرال ضيوفنا وأولاد اللي كيف نتاع سبور ميكس اللي تتابعوا فيها يوميا من الثنين اللي نتجمع على راديو مسكيف كيف على قناتنا سونغون اليوم ضيفنا من نوع خاص اكتشفنا خاصة نعم ناول كمحلل اللي خرج من دور الجلباب التحكيمي واكتشفنا فيها جانب آخر من شخصيت ونحاولو نزيد ونغصو فيها اليوم في حوار بشيكون مختلفة على الحوارات السابقة اللي عملها مقبل ريفنا اليوم هو الحكم السابق مختار دابو سهلا وسهلا أهلا بيك سلام مرحبا بجميع مشاعرين التجربة جديدة دي وهنا نتبع وفيك سلام ولا من عارفين وين قلك تتبع لا من عارفين وين الخاتبة بجترسي والله شنين الأمور والله حمد لله حمد لله وشكرا أهلا بيك ساعة والحاجة كيفية شوف روحك في التجربة جديدة من تحكيمي كورونيكور مهلا يا جديدة أي جديدة ماكنت يا خطر خرجتني من جلباب الاربيتر اللي كان قبل فيه سوان فيها فهم ولا مع المعنى دي ما يجيبوني على كون ينحلل شوية بركة خرجني منها محمد الخماسي كي يسيني على حاجات أمور سياسية وكذا الحقيقة نرفض بش نغوص فيها التجربة هذه مختلفة لحقيقة معك السلام اللي عجبني عمناول بالظروف متاع إكسبرسيفة وكذا والوضعية اللي نخدمو فيها معناها رغم أنه مشكورين لكن مكتعرف كيبدأ واحد حر طاليق مهموش شنو الظروف اللي يخدم فيها رأيو يوصل وانتي أكثر واحد اسلامي ذو اللي عمناول اللي ما تعاملناش قبل ذو اللي تعاملنا عمناول وريد فيها لحقيقة الحقيقة معناها كي نقول كلمة نقولها خاصة على الوضعيات التحكمية ما عشنا عني لا تراشي لا افريقي لا حد شي الحدنا المبارح الافريقي عندها دو زورجي مانيش نختلف كنت النجم ندخل معاك في ماتهي تقرار الكاميرا شوية ومش نقال هذيك مشواقف او مامليني وندخل معاك في ماتهيات متشدنيش لكن حق حق أرجو سي أرجو كيمة التراجي كيمة الإتوار كيمة السيساس وجمعيات الاخرين ما نحبوهم مش يتظلموا في التيران ويزيدوا يتظلموا في المافيولا أنا ما ضد لحكي هذه عنده حق سي نجمو ناخذو الوضعية كيمة هي معناش الحقيقة طوح حاليا بشتروا فيديو كامل هم برح اجتهدنا بشوية تصور كانوا واضحين أقنعنا المستمعين والمشاهدين إن شاء الله إن شاء الله ويحد يكمل معاك انتي شكرا على التجربة معاك أعطيتني حرية بش نتكلم حتى في الأمور الحقيقة ويتفرش في الكورة يحاول كي تبدأ عنده وراء يقولوا أبخس كي نجتهد شوية كي تبدأ حاجة مختصة في النادي الأفريقي خاطر انتباحها الحقيقة وانتي مشكور ليعطيتني الفرصة هذه بحوار بش يكون مختلف شوية في البراتون نخليك شوية على راحتك وراحتك اليوم بش نعملك مركاجة عندي بيديوية بش نقلقك بش نحرجك بش نجبدلك حاليت عليك الكتاب أخذت برشة معلومات عليك فيهم معلومات تصدمت بهم بعض انت تقول لي صحيح ولا غالط لكن ما عندكش حاجة ما تحبش نحكي وفاهم نتاو معنا ليه يقولي الله أحكي في كل شي معك مع داع عائلتي نعم نحكي لك بالأمور التحكمية عائلتك مع نشبه مدامنا خلينا بيرونا وجينا بحديك لانا أنا حاضرين لكل شي كيفش بديت التحكيم؟ سبعة وتسعين ذهالية أي عام سبعة وتسعين ابديت والله يرى في واحد في حومتي اسمه طارق الشريف كان عنا نادي اسمه نادي المطوي للتعارف والتعاون كنت نمشي ويقولوا دي مروا عنده ماتش عنده ماتش لحقيقة غرمني هو غرمني ما معناها غرمت بي هو كاربيتر وانا مغروم بالكورة ولحقيقة كنت نتابع برشة نادي الافريقي وليت اللوش في حاجة كلي مش تبعادني يا ما كوميم نحب بروحي ما نعش نحب نتلاها بقرايتي وشوية تحكيم الافريقي مشت نحا مشيت في التوجه هذلك ادخلت للتحكيم ما كانتش عادي اخذيت المراحلة الكبيرة وكل مراحلة اخذيت اكثر من وقتها وجيت من بعض المتريز ومن بعض البرو المحامية تعطلتني شوية وفرحان تقول لي محامي ولا اربيتر بش نختار محامي رغم اني مغروم برشة بالتحكيم لشدني في تصريحاتك السابقة مختار حدا قبل ما نخمم مبعضنا انك ما تلقاش حرج بش تقول ان كنت حكم منظومة ان كنت حكم فاسد قلت هذا هذلك مش فاسد فم عبيد تحتراج بش تقول فاسد ماذا كان خدمت في منظومة ماهاش باهية اش بش تكون ماهو التيتل بش يكون عندك معنى تخدم في منظومة كي تخدم اكوازيون ماهو التفاصيل خدمنا في منظومة والعبيد الكل يعرفوها المنظومة والعلميين يعرفوها ويحبوا يسألوا وما غير ما يجاوبوهما انا نحنا موجودين بش نجاوبوهما منظومتنا كانت فاسدة الجامعة كاملة نحنا نخدم في جامعة فاسدة ونبعد نجي ونرقوا قرار متاع بلاتير تم عزل بلاتيني معناها نحكي على اسامي كبيرة بش نجي نحنا الجامعة وانت كنت لوس منها المنظومة بش نرمال اذا كان خدمت مع منظومة مع احترامي وربي يخفف عليه وديع الجاري ولا مع الوضايا هذه العبيد تكون نعرفو شنوه تاريخي ما تحترفش بالمبادئ القيام ما عندكش لا هو شفت التحكيم كل بحر تدخل شوية دخل خنا من الغدسة لداخر شوية ومبعد زيد تدخل شوية اخر ومبعد رو العومات اللي بعدها ماش نجم طوم على حرف الشط لو نجمك تدخل تحكيم غريق ودوامة تبدأ داخل فيها ما عادش لا يهمك شبش يقولوا عليك ولا يهمك في في شنوه الوضعية التحكيم اللي يدخل توا اسئل ما اللي تخلقه تخلق التحكيم في تونس ولا في العالم روان هواية الحكم هي الديزيناسيون يعمل اي حاجة باش يتعين اي حاجة اللي تخيله في مخ كيفاش بديت علاقتك اما قريب للنادي الافريقي بالمسؤولين اللي كنت تزافر ليه ليشنوه قريب معنى قريب معنى ندي الفريقي نتفرج فيها كل حد معنى كي تبدأ عندي الفرصة كونه التلبيب تتكوير بلا حد لا متفاهمين فيها نحكي على المسؤولين مسؤولين شنو انوي على المسؤولين دعنا نمشي واضح المعلومات اللي عندك كانت علاقة خاصة مع سليم الرياح يكون تقريب لو برش كنت نخدم معها كانت عندي خدمة معها كنت النوبل كنت نخدم نوبل سليم الرياحي كان يبني فيه فهمتني مع شخص اسمه كنت مقرب برشة لكن شخص اخر اسمه موراد قوغ عليه كانوا يعديل كونتراع متاع إزابورتمون كانوا المشاكل متاع إزابورتمون اللي صاروا في اللاك 2 يبعثوني ونخلص عادي فاتورتي ما فيهش شوية تضارب مسالح انت حكم وتخلص من عند رئيس جماعية فقصوا لي ما خير نخلص ونخدم ولا نخدم عنده حاجة ما اشتبعتني فهمني او نفهمني فما مقابل من ناس الكل ما قد تخدم كانوا مع سليم الرياحي ما ابعد عشبهات هو رئيس جماعية هذه جماعيتي وقلت قاشم مرة وانا قلت له هوا حاي سليم الرياحي قلت وراني انا مع جماعيتي وراني فلاحات حتى مانيش موجود في نادي الافريقي راني موجود تلقاني مش تلقاني في لوج من لوجات حتى لو كان انتي معطيتنيش تذكرة لكن فسلت له قلت وراني بشني اخو حاجة صدقني وربي يشاهد بشني اخو حاجة معرقتش عليها مش معرقتش عليها اخوي نقينا قال اخوي راني انا عندي مجموعة من المحامين قلت احد احطاء المحامين في العقلية هذي بلاستك في المدرجات اينا انظر لي اسلام وقت الى كترة كاريري ايراني محب بكثير مني اربيتر وقلت قاش مرة انا محب ما عملت كاريرة كبيرة وكذلك في الافريك واذا تشويت وعليك كبيرة وقفة عند البورتمانيات والعقرات لا لا المعلومات التي تعاني تقول أنك كنت تزلوا في الحكام لا لا هزيت له إقاب الحكام لا لا عمرك ما هزيت له حكام لا لا عمري ما هزيت له فما حتى حكام مشي معي وشبه الحكام مني مشي معي المعلومات تقول على عكس هذا لا لا مستحيل مستحيل ذاتها شوية الحقيقة سليم الريحي كان فاعد مش بس حق المختار دابوس وصلوا حكام ولا بش يجيب له حكام هذه حاجة لول اسلام الحاجة الثانية 2015 حاب نحكي لك 2015 2015 سليم الريحي كان فاعد في الجامعة التونسية مش في الجامعة في الدولة كان يحكم بحكام ما أنا شفته مسليم الريحي عاش وقت اللي وديع الجريم يرفض له حتى طلب استشارات معك نحطه في لين من عاش أنا أما نحكي لك حتى على مستوى التركيبة وقتها متاع الجامعة روما يترفض حتى طلب أنا بالنسبة له أنا تعينت مارتين ثلاثة مرات زفرت من نادي الأفريقي عمل فينه 14 خسرت في المنزة مع المرسى نحكي لك معناه وكان تعيني ما عارفون نادي الأفريقي مع المرسى زفرت بينانتي خيالية للكلوب ضياحة زهير الظوادي وعملت فيها لقتها خيالية أكثر كما اللي حكي لعا بينانتي ريكة عن قولك شني اللقت والله هي زهير الظوادي تضربه ودخلت له سيفير وبعطلب مني نحب نشوه تسي مختار تلازيت بش نخرج بقلت ورين ما عطيتك ش شات وقت اللي شات نرني وقتا نستنى معناه بالحقيقة بش نكون واضحين معناه تعرف شنو الوضعية تده الماتشة ذاكة والله الدربية اللي قبله متاع الراجد بلانتي الراجد اللي ضربت فيه هكيه وطعرف لعبت كل راته ليا ضربت جديد ومعناه تحبيت تعاون الكليوب ني إذا كان موجود غادي كان حتى مغير بلانتي الراجد كي توتي بش نعاون الكليوب ران نعاون قول او نعاود او نعاود او نعاود او نعاودها نادي الأفريقي هوا كربي موجود هوا جريع زوائر وبعد عمل تندري تخلي فيه الديفونسور تقع كان زفرها وترجع للأكسيون كم نزفرها لا وعملت سينما في اللقطة ذيك سينما شنو تعرف شنو سينما خزرت المساعد متاع هكي فازة متاع زعم زامحين عربي المنصوري كي انه هو اللي زفرها عربي المنصوري بقطلوا هكي هكي ومشيت زفرت هذي لكي لا 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 ما خسنت شكك العربي المنصوري كان عنده رايخ قال لي مقتار خرص صفرة للذوادي معنا نحكيه بالوحدة انا قلت له حاضر يا عربي هاي صفرة للذوادي وزفرت البيلانتي واضحها الوضع وقته كان يفرض عليدي كوني البيلانتي راو المنزة بش يشعر راو في موضعيات اخرى متنجامش راو مغاديك دار جمهور الفريق مجدورك امن انت مجدورك الماء ما يهمكش فيه لا لا جمهور المنصوري الافريقي يا سلام وقته راو ما عايتش بالاربيتر يا مختار يا مختار اي وفهمتني معناها هنا راني مش قاعد نحكي غلط الحقيق مش ما تشاذي كبرك راو برشا ما تشوت او كرب يجي مع المرسا مش غلط تعمت انك الزفرية لا لا مش ملاشي الخطوات اوقت موجود الكونتاكت موجود لكن ما يرتقيش لضربة جزاء تزفرت وضعت وربحت المرسا ثني بشي بها نرجع الاسليم الرياحي من الخدمات الاخرى اللي قالوا لي عملتهم له زادا حبيت تعاونه في الحكام في الافريق زادا كي يكونوا بشاركة في مسابقة الافريق هاي 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 شنو يعمل هاي 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 حكام احطاني تاج متاع الحكام اللي از افريقان كي يجيوا هنا لتونس نستقبلهم هنا نهزهم للوتيل حط ما يزوزوا ثلاث عوين معاه تابعينه وكنت معناها للحكم اي طلبات لازم أنا تتعدى عليها هنا فهمتني؟ كي ما شنية طلبات طلبات مختلفة للحكام هذي يكونوا احكينيها في القبل وقتلك الافريقان كي يجيك لو متاعش عليها واختش يطلب لك حاجة مع نص الليل ماضي سياعة اي نوع متاع طلبات تخيلها في مخاكم مثلا شنية ما اي طلبات نحنا في اليوتيوب تعوى النجم نقول وكل سهيما غير حرج شنو يطلب اي طلب يطلب شنو يطلب يطلب من عش انا من حقيقة انت عربي فما تاشمو عينا ما ندخلش فيها هيا الامور الجنسية والامور الكذا يطلبوهم او روح مسي نرمال يجيك نص الليل يقول لك جيب لي تصورو في مخك وانت توفر لهم لا مش أنا الحقيقة انا دوري يوفر روم الثمين يوفروا بكل شيء لا يوفروا له ومنعطيه نسخه بش توفر له ما كم لجنبي مسي نرمال هذا الموجود يا اسلام ما تحب الواقع ما تحبش الواقع حاجة اخرى رأوا الافريكان يجيو يصليوا صلواتهم هذا نزوم للكنيسة ويخرج هذا الواقع رأوا الاربيت اللي يجي لتونس اللي يجي لتونس يبدأ محظو يبدأ فرحان ومش كالنادي الافريقي رأوا محكي بكش النادي الافريقي اللي عملنا هذا زين بيه بطولات في الافريق ولا زين بيه هذا لازم اكتعامل الحكام دوب ما يهبت تحسوا لي كونه هو حاجة بيه حاجة يجي حس بقيمته فما حكام رأوا زيدة جي على مستوى اخر رأوا ما يقبلش حتى كابت الحالوة كيما شكو رأوا نحنا بيش اغذر الحكم شكول ما يقبلش ولا يفم فما فما ليجيو وزفروا النادي الافريقي ويزفروا نيفوه في الافريق ما يقبلش يحرم على اصحابه حتى يابطوا الريسيبسيون يقولوا نابطوا مبعذنا ونرجوهم مبعذ ويحكم على الكميسيار يقولوا نابطوا مبعذنا ولعبتوا في شنابرنا ايش كاي نبيوت المثال هدايا شفلوه لا هو غزولي غزولي صفت فما فترة لعبت كل تعمله لعبت كل بالتقيله الجمعية كل تعمله طو مثلا الاستراتيجي اللي كانت قبل يهبت من المطار الدوب ما يوصل للمطار تكون تستنى فيه اربع تليفونات ولا خمسة حتى الكميسيار ما يوصلش فرض وقت هو فهمتني والبيسم تيهم يقول لك حتى حكامنا يمشيوا البراء يقول لك يقبلوا ما يصيرش تليفونات روما زي ما ترعبش نعم ياخذوا 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 فاما من تاريخ القديم التوى العبيد كل ياخذ شنو ياخذ عبيد معاينين الجامعية تحب تفرح بالاربيتر وما تطلب منه حد شي فاما ربيتر وات مختار مبادئ والقيام وما تخوش من الجامعية وفاشقام تاخذوا فيك أدو من عنده وانتي فاشقام ما تحترفش بيوم هذو مهموكش في التحكيم يعني يا إسلام رو مش أنا مختار دبوس مالش منتظر في التحكيم رو جي تلقيت منظومة فاسدة انخرجت فيها ما هو اللحدي بدأ عنده القناعات وما بدأ يقول لا يعني فاك انتي عملت قناعات وخرجت متحكيم ما عملت تحكيم انتي هك خرجت يتبدل الوضع معنى انتي كخي تقرار نخرج خاطر ما عاجبكش الوضع معنى تبدل هذي هواية موجودة الفاسياد حتى جامعت الشترنج فما كوميسير قالوا لي حتى وصلت سوق بيه معنى عمارة قدمت له شوفير لا لا عمري ما كانت لا لا الحقيقة انت عربي ما عبطش بريستيجي الوضع هذي هما تعشفتم الكوميسيرات التلاث اللي موجودين الكوميسير هو يبدأ عنده شوفير من اليابد بكرهبته وليزاربيتر عندهم شوفير بالكرهب متاحهم معنى عمري فهي حياتي ما تنسيق هذوهم معنى ليزاربيتر انما اش دخلك في المتاخ وانتي حكم السنوربال شنو جمعيتي يخدموها مكاشخينة ولكلوبي يخدموها كلوبي السيادة وليتوال كيف كيف ما امشو بشي نخدمها جيتني التاشية هذه خدمتها وانجحت تاشى مرة وخلصت فاهم به لا لا ولا ما نخلص شفت الحكام سيفة عامة راني كنك نكلمك على بوردابرة مش حاجة كبيرة بالحق ماش حاجة كبيرة سرقة سرقة والقوة ورشوة كما عظمة كما مليار لا لا العظمة حاجة والمليار حاجة المليار تنجم تشري به ما تشويت والعظمة تنجم تشري به شيء توقع في الدفزيون اللي انتي فيها توا أمين توا فلوس تحب تطلع فلوس وما فما حتى وما فما حتى حد ما غير ما ينجم يستي ترويت ما غير ما يكون عنده تاش في اللاربي ترويش في التاريخ كامل ما تزفرش لتراجي ولا يزفرت ماتش لتراجي ماتش واحد ماتش لتزفر لحقيقة كان عندي ترحاب خاص يعني نمشي ويفرحوا بي في البارك فمتني مكنش مكنش عارفين برشة لينك اللي بيست الماتش لتزفرت والمبيك سيدي بوزيد والتراجي ما هو ما يعينك فيه لا يغزل كنت موجود في ماتش آخر كنت موجود في ماتش السياس وقروان وواضحين تود أن كون قيت روحي في التراجي و سيدي بوزيد نعرفك جري وأحكي لي الصراحة أنا نعرف شنو فهم وشنو سا ماذا بي لو كانت تحكي لي أنت كوي اسم تعليق لا لا اسمعني أنا قيت روحي في ماتش واضحين أقول لك حاجة الاسم اللي عندك روي غلطوك الاسم اللي عندك هو اللي عمل لي مشكلة في سيدي بوزيد رياض بالنور أقول لك اللي فهمت التهمات اللي هو عيني وجيني معنا أنا صدفة صح أنا خمامت في الاسم اللي ويطلع الاسم عند دكنسي نعم رياض بالنور وليس صايرة اللي عباد تحكي ما أنا ما نش جاي بس رياض بالنور هو لن ما ينجم يحطني أنا كل بوزيد وما نشتاب أنت حاولت تتقرب له شوية وتتقرب للتراجي شوية لا لا وارش مش تتقرب للتراجي بس معني رأوا في الكاريير متاعك تحب ولا تكره التراجي اسم كبير راك يتزفر وابنعطيك زوزة سامي في تونس يتزفر لهم اسم يطلع فواديس من جماعيات لخرين الكل اللي موجودين في تونس أنا بالنسبة لي أنا التراجي والأفريقي الحكام الكل يتقربون ويحبون يزفرون أحكي لك كواديس التعيين هذاك كيف التعيين هذاك زفرت وش تكون عمل المشكلة الله يرحم العافي رئيس سيد بوزيد الله يرحم عبدالقاب العافي تخل ما فهم أحد شي التراجي ماش يتلع في سيد بوزيد ماش مستحق المختار دبوس تخل سرياض قد مع سيد حمد المدب لديه مشاكل مالية وصلت لدينا المعلومات الكل حمد المدب في سيد بوزيد بوزيد لديه معمل أو لديه شيء مال 15 نحن نحن وقتها لا نعرف أعطيها 150 مليون 150 مليون أعاون بيوم الجوارات ودرش ناو صار الوضعية هذيك اتكلم بعد مخذين 150 ألف درار وقال الحكم هذا راو 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 فسرت له قلت له توسك معقول معناها جمعة نقاط مرياض بالنور ونقاط نقص ومشاكل عمل نقيت سيد بوزيد قائدة تعرف ما تخنى لدينا وما كذلك عرفت لم تشرف وشيب الظروف رقيقة ما كانت شبهية يدخل سيد رياض بالنور قبل منابت مع جوارات يقول دائم العبيد الكل نحنا نعرف ما هو انتمائك وصحابي حاضرين نعرف ما هو انتمائك في تونس وراء وعرضنا في تعيينك ورد بيلك تلعب معنا كحلا بيدا وراء اسمنا كبير اسم التراجي الحقيقة كان ظروف خائبة برش اي ربيط انت عملت في المتش بك اي لا دخير صار صار التاكسيون قبلها ياسين الخنيس يتاح في الدزويد قربت له قتلوا ياسين رأوا المتش بتبيعته صعيب مدد تصعب عليها وهو ياسين عندي علاقة خاصة به ما نعرف قال يالله يا مختار قال يراني يزل وقت ما نزل قتل من بقى سبعة اربعة تخيق ياسين يضرب الكورة فهمتني الدفونسور يلعب الكورة ياسين يضرب فساقه ويتيح لي الفيزيون والله ورب يشاهد ما نجم نظف رأي ياسين بوسي تشعلا تشعلا أصلا ما نجم نعم الكارث ها فيك ريتا والله هلتوا الراف ها اللي ياسين لعب الكورة والدفونسور ضرب مشيت البلانتي بعد يا خوية ما نقول لك يوم تذكر تذرب فريمان إسماعيل بحكم وقت مساعد فراث هاي احكي زوز غرز جايك حمدي المدب وقتها شنو قالك شنو حمدي جيني فانتش ما حكي معك حمدي المدب في الماتش وصل الماتش وقت لا قالك جملة أنا عندي منها جملة قلي انتي شنين لا قالك قالك عايش نعمل هك نحب ونحب ونحب لا حمدي هل تحب نقول لك التابلور يصار ولي كنت بعضها بالحجر أنا وين تعرف وقت شريط اللي نهار مش مش تعد سهل نهار ريت حمدي والوالي وبالي المبارك يتجروا باللي باست متاح ما تصور اللي حميين في التربين يتجروا ما بيالك نحنا ما نقول شب يصير فينا ما زار ركب فيك رهابت وراوح على الروح لنهار سلي قال لك رغم يكذب وبعد شنو وصد وبعد المتش وبعد هزونا السرية غادي في سيدي بوزيد وبتنوهاتنا وبتبشنا بدلنا غادي عشيونا مش كوني الآمن غادي كم ساكن عطونا من تعشيو ورادت الدنيا شوية مع التسعة العشرة وقصدنا ربي التونس بريك نذكر اسم بسام لوكيل شنين علاقة كيف بسام لوكيل شخص هبش قول لك العلاقة بتاع بسام انتي عرفني وين جايك ماذا بيت احكي لك بسام لوكيل كان عنده شركات متعددة في تونس وفي سوسة وصفاقس قرر مرة بش يعمل ترنواء كريز زوت لفي مستير حاب يعمل ترنواء تعكورة للعمال المتعون كنت مستدعي المرة الأولى استدعني غازي بن غزيل انتي حكم هو ناس كل تعرف المقرب من من السفاقس لا نفصل لك احكي انا راني يكلم غازي بن غزيل قال مختار عنا ترنواء في سوسة معنا يمين بن ناصر معنا مراد بن حمزة وطلب بسام لوكيل يسام غازي بن غزيل ثمانية حكام امشينا الحقيقة عدينا ثلاثة والأربعة ايام امنا الترنواء كرمونا اعطونا فليساتنا وروحنا العام اللي بعد سيب بسام لوكيل اخذني هنا انشار قال اخذ ترنواء انتي من اللول اخذ اعملت القرعة اعملنا ترنواء اعملنا ترنواء هذا والمقربين من بسام يقولوا بربي كنفهم امكانية الشركة الفلانية ترنواء بالدود ما نجم نخدموها عاقلي وفي الشركة تخطو يلي هزتها شب اخوين رقعتو الامور نعمل ومشينا الدي زاربيتر والحقيقة كمشينا فرح بينا هو عنده في مخ وحب يتقرب من الحكام وانتوا ما تعفوش مسيكنياته ليه وفيما حاجة صارت كارثة في الترنواء ذاك اللي كونه امين بن ناصر صارت كارثة ماتش لتوال والاسبيرونس قتلوا امين كنفهم من الامكانية ما تجيش للفينال اكيد قليلي نزفر معاك نسير ما عندي حتى مشكل يا اخوين وتخلي غادي كتار ما عنها هي ذاك صار وقت ايقاف الترنواء في العوامن بعد اللحظة لسارة بعد اخذيتو اخذيتو فلوس اكثر من اللي تأخذوها كي تزفروا في ماتش في النسيونال 600 دينار 700 دينار لا 600 نحن 6 اعطانا 3600 اعطاني شيك ليا انا قسمتو مع اللي زاربيتر 6600 انا مش اقول حد شي انتي كيفاش تفسر بالله هذا ما عنه ولا ايش معام يخي طودي على الجريم يعش اللي فمترنواء تبع الوكيل وهم عاقب حد عاقب كان امين بالناصر خطر ورى وجه في الوضعية هذي اما بقي عادي وانتي خذيت شيك اخذ بخلاف 600 700 لا 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 ما خذيت الشيك ب7 ملايين لا 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 اعطاني غلطني لا لا غلطك لو لا تحاضرين وباسيم هو عايش رو باسيم الوكيل مش مش جره يبدأ يفرني في فلوس هنا باسيم لوكيل تفهم معه تكون فلوسك موجود باسيم لوكيل كان العام اللي قبل اعطى 300 تابلت العام اللي بعد قتلوا روزر بيتر قالوا لك ما اعطينا فلوس اعطينا اعطينا 700 او 750 موجود انا مراد بن حمزة وامين بن ناصر وليس كل اللي جميع تونس يزاف مقابل ماهو المقابل بخلاف نقم تشهد المقابل مشهدين او روحنا اكا اكا اما هو شفتم بعض لهم بعض عادة سمعني وعد عام الفورتين باش تكون ناثكا من وانتي سمعني هو شفته كل سلام سيباسام بس لما سيباسام مع سلام سيباسام روما بعض يزافر له في الطيب الميري ويدخل يسلم عليك رو ارباح اللي يكون يعرفك شخصيا هذا واقع اي شنو بعض شنو بعض شنو توفر له بعض باقي هني مفسر لك انا رك تمشي تزافر للسي اس اس رك تحكي على سي اس اس رك تمشي تزافر للسي اس اس اقل حاجة كونه تعطيها حقك حقها اقل حاجة ماشم زي بس صلو المهل مانا مش تعطيها حقها بس يفعليك حتى لو كان ما زفرتش من الزفر في طيب المهلي رأى وزيدة طيب المهلي مانت يرى انه صعب ما تدخلش فيه هال معقول هاذا ليه عندما تنجمش انتي لعبية دخل معقول هاذا معقول لذيك وقعنا لا نعجع لك معقول مانا شنو المعقول والجماعية اللعب في السي اس اس شنو اذن بهم افهم هو رغم بعض انا مصارش حاجة شنو السي اس اس دعم ايو الباري هو اللي يصرف وقتها لحقيقة ما اخذاش حاجة كبيرة من السي اس اس انا هنا نعطيك لابري ما اخذاش حاجة كبيرة انا امت له المستير و السي اس اس في المستير وزفرت له في 94 دقيقة بلانتي المستير واضح اهنا هناك منتجمش منتجمش جيني ما انا بستميد دينار تحب ما انا ما انا قلت لك انتي عندك شيك ايخ قالوا لا والله والله انا حرف بالله رانيا والله والله العظيم بس ام الوكيل راو صاحب مبدأ يقول لك انا مش نعطي ستميد دينار باين وقتها باين باين راو يكلموا فيها اذا بيتها لاش مانجيش قلتوا راو ستة وصحية كلاسية سكرنا اخذهم هو نشارج ما فيهم انا قال اش تحب نعطيك 3600 مدل العباد بالواحد قال لي يا راني ما نجمش نعطيك شاك اللي كانت مدلي شاك صبيته مدية للعباد هذا مستمرين وكان مدلي 3610 راني قطلك طو باين نحلو شاك بيتريخ مقابلة اخرى شهيرة متاعك انت مقابلت بن جبدان والملعب القبسي احكيلي اخوار مش متسلك انت احكيلي اولا عندي راه التفاصيل والدوسيات والبحث الكل لا لا اسمان او بش نعود لك زي يقول لك محامي وعلاقات متشعبة فمتني ما ينجمش انا انا شفته الماتشا ذاك الماتشا ذاك مشيت له الخطر وديع يعرف بن جردين ما ترفضنيش ولكن ما يعرش حاجة اخرى اللي كونه قابس بلادي انا مطوي من قابس الضغط اللي يقول لك عليه في ماتش ديبوزيت اضربه في العشر ضغط بن جردين وقابس قابس مادة بالنزول صبر شبيعي ما لولو رزمو كل يوم عنده شركات في تونس هنا نخدمونه في الركوف رمو بالحقيقة من اكثر رابط ملا صدفة المسؤولين تكون عام خدمة حاجة عادية صدفة كل يولي انا ضرف اسلام كانت حابت عاود لي مال اخرى في برنامج اخر وتجيبني هنا ونجيبلك فتورات سابر جميع مشاكل اللي في الشركات الخدمة الدنيا كل موجودة في بيرويا اللي بعد درشي بتاع سابر جميع موجودين في بيرويا نخدم نخلص مشيت لحقيقة ما كانش ماتشوية قلت وعودت راني ونعود راني ظلمت بن جردين الماتش انا اعطيك مره ولمره انا اريدك ودي على الجري وانتي يقول لي صحيحة ولا انتي قل لي ما يقال لك لمره ودي على الجري لا اذا عرفت ولي عاودهولك لا 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 قل لي ولا لا متاع الحجيمة ومتاع الحجيمة صحة الحجيمة لا لا اسمع اذا كنت لعبت تفهمنا غبت في الوتي ليلة الماتش لا لا نكمل قلين بعض اذا كنت اذا كنت عطيتني مش نحكي ما تسهل لشي انت لحظة لعبت تفهمنا لن تفهمنا غبت ليلة الماتش ولا قبل ليلة نعم لي ليلة الماتش لا اسبوح الماتش لنكمل غبت ثلاثة ساعات جاءوا صحابك أسئلوا فيك اللي معاك وين كنت وين مشيت قلت لهم كنت في الحجة وانتي كنت تقابل في المسؤول معناها وخذيت معنا والله 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 خلينا نحلف لكمية المرة والله أنا خرجت انحاج ما قاعدش ثلاثة ساعة ساعة نص ساعة نص ساعة بالضبط والأولاد محاجمين راولي حب يعمل حاجة في الماتش ما يعملوش نهر الماتش أول حاج ثاني حاجة راو اسلام راكي تبدأ تحكي على بعانو شرير راو مش في عادتي أنا عتيتك من الخر قلت لك صابر موجود انت عليش أخويا في برنامج لا تطلب لعباد حاجة رايتو جعني وطلب لعباد هو صابر حي هو عندي نمرو هو بسام حي وهو سلم ريح التوى ونكنتكت به حي قلوا ما هو عليقت مختار دبوس راني أنا ويحد من نفس وهذه ترجمة حاجة في سيد بوزيت رياض بن نور كانت أعطان يترايسانس بشي تبعها ويقول الولادي يعرفون يعني الماتش الماتش والله العظيم يسلم خرجنا من نار سبت السباح أنا عادتنا الحجم السباح نار الماتش نمشي نحج ومن نحجمش بيتي نمشي نحجم حجمت والله اللي صار حجم لعن لقب الكورة حجملي رجعت للواحد تعرفش كون حططتلي وديع وقت عز الياقوبي هنيس هنيس مسكين بعطي بار الجامعة وكذا في حراج مش عز سماو كأول وخرجت حجم ورجع حجم معين ويرا ونس الياقوبي والجربي مورد الجربي عادين روادي هم اللي مشوا معا يعرفون هر الصباح أنا سوهم في كتانا ولا في جربة ولا في حاجة نارف 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 كل منوش نحجم بيع ماتش أنا ما تجيش وما تتبعش في نهارتها وما تشريش وما تقول الكاليتين بتاع الماتش هذين لا ما تجل تخلص من هارتها لا أنا بتبيعت يعني فسرت لك راه لاني نخدم من أكبر الشركات اللي خدمت معها وصورت معها فلوس شركات صابر جماعي معنا شفت كنت عين هو بيدو مشكلة لها أنا مش لعب همش هنا تغرب مصالح ويندي تظفر له صابر جماعي زفرت له وربح وظلمت من جردين وما خليتش فلوس شنو تحب تحب تجيب قرية نحلف لك لا يا صادق وديع اشقال لكم بعض ولا يا وديع اغزول لي وديع صارت له مشكلة وقتها لحقيقة معنا دارولو بالدار بطيعوا في بنجردين غاد يحابوا يحرقوها وقالوا له انت باعث مختار وصابر صاحبك والحقيقة معنا ما نجمتش والأحداث اللي صارت في بنجردين متاع الرهيب وكذا حسيت روح يستكثرت على هالي بنجردين وانا الحقيقة متاعربي اتعص ماتش في تاريخي مشيت الوديع حكيت معه قلت له انساني كحاكم طب اش نحكي معك قال لي ما تحكيش معي كموحال قلت له منعشو اش نحكي معك قلت له رو سهل بش انتي هكتو جمعيتك هذه والظلمة ووري للعبات انتي حتى بنجردين ظلمت مختار دبوس لاني ما تردتو والتحكيم اعطي فيزيون اخرى للعبات علشان يظلم بنجردين فود البحري تضبح غازي بنغزيل تضبح العبات كلية ظلمت بنجردين يا من اكسبسيو انا اخوي بنجردين ظبحت ظبحت ومختار دبوس ما زال موجود في الصحة اخدم بها اخوي هذه بلادك هذه جمعتك واجيه كلمك لا واجيه امري ما كلمت وراني يزين والله امري ما كلمت عالق وكنت صحاب لا والله العلاق عمري في حياتي ما تصدق والوهم وعلي كيفاش درت عليهم باكثر واحد يا كراني واجيه واجيه الجريه مختار دبوس لا لا مصاحبي عندي الحقي نقده الوحيد اللي انقضت وما كونش نقصي الخاتم هو كوديا الجريه بالنسبة الواجيه اسلام صدقني ما صار حتى تليفون بيني وبينه في كاريري عمري عمري في حياتي مريض نعرف وليد بركنتر هالي نعتكسية وليد خون نعرفه نقعد معاه في مقرين إنسان طيب لا علاقة بالكورة رغم انتي ماء للتراجي يقول لك خوية كيف تحكي ولي على الاربي تراجي وليش توسط لك خوية راني خنقوم بالحق فرق كبير ما بين واجيه وليد نحكي ماتشيخ كيف كيف ماتشويت الكل بالصدفة بنقردين هكو هكو هاي متلوي بنقردين خوية تهموك انك زفرت بينالتي في الدقيقة الاخرى ذهالي تحال عليها تحقيق في فرنسا في نيس تشبت فيها برشا سامي منهم واجيه الجري اللي قلت موصاحبك برشا سامي خرين والد وديع الجري والدخوه هشام قيرات وبرشا سامي حاصل ماتش تعقبت قاطم ماتش ذاك بنقردين وقابس من زفرش البنقردين فهمتني لقيت روحي معين في ماتش عادي متلوي في وسط الترتيب بنقردين في وسط الترتيب ما عندو حد شي هم بيدو ما عطيوني ما عطيوني ما عطي يثيقو فيا بيش نزف البنقردين في ماتش ما سيري مشيت زفرتو معايا وليد الحراق معايا هيكل الذاوي لقيقة نسيت الكاترية نسيت اتخنق والله لا علمي يا سلام بكونوا نواصع يرفل الماتش عادي هؤلاء عايشين معنا عايشنا عبطنا في جربة في الطيارة سكننا في جربة ومعنا كرينا كرابة ومشينا بها البنقردين أنا وقت يش بدي خطي ديما موخي يبدأ يخدم موخي مش يبدأ يخدم كملت موخي فما حتى شي ادخل تسيدي للفيستير بالسيف ما فيه واجه الجري سبني سبني قلوا كانوا ما عمل الشي عمل اللي عمل في جي بسر ويبطى شوية اليوم سعيد الكردي كوميسير هاو حي قلتوا سعيد فما حاجة وفي موخي 00 فما حاجة عملت حاجة أنا موخي قال لي اللي مختار فما ما في السنتر صار ما في السنتر هذا اللي عمليني أمي تثبت وبابا تثبت الدنيا الكل والله ما في السنتر قال لي هذي ظهر ما زفر ها ناس وكذين ما جاتش من قلت له أخويا سعيد ما نجمش مبلغ هنا بلغ رئيس الجامعة الإيراني فما إمكانية ما رجعت 300 ونحية حقيقة توني متاعي عاود خرج سعيد عاود رجع لي قال يش فما كذي قلت له من ش مزفر لقي بعض تكلموني اللجنة قالوا لازم ترجع تزفر وزفر كما تحب وهو كلمة من عند وديع عبط صفرت كل عادة أنا لحقيقة الحاجات اللي نعمل لهم دي ما في الزوية ترى صحابي حتى التواج يتفجعون مني كالكورة تدخل للزوية جاءت كورة إلا توشي الجرمو الديفونسور متاع المتلوي هذي اللي غزرت فيها الحراق قلوا برافو هذي كمش متاع هذي خاطر ضغط كبير زفرت البلانتي جاءوني جميع المتلوي قلت المرأي كاركتير يزي شوف نها بعد الجرمو مست يدو الرجل أعمل أبوي وتحب تقيم حتى تحكميا أبوي ما يتسمي وبالصد فالعباد حط عليها العبيد والله ما نعلم أنا قلت والله ما نعلم راني نتعرف كل شيء ما تريدك حتى أعلم والله العظيم لا نعلم أقول العبيد عايشة أنا تعرف باش علمت بيل ما قمت تسبيح نلقى يحت فرنساوي بعث لي أخويا فيديو لا ما هو أحكي عليه لا لا فرنساوي تخيل عيشها أنت العيشها عيشها نقصي السياس هصيرو كيف سمعت بها كورة فرهت والله من كثر ما قمت تسبيح أنا قمت واقف الفرج قل كونو هذا شبيه مكشي هندي دوسي في البيرو ولا دار شنو هصيرو سمعت بها ماتش مبير حت فرهت جيتهم ودي حل بعض بعد ما خرجت الحكاية ذي كان حل بعض أنت سهلة صدقني يا سلام كانت تحب تحط الماتش متلوي عدلت 94 قلعب سنتراج من عند كتوامة شكونوا هشم وامين عباس صدقني سنتراج ضربها المنيوي بالرأس جيت عند سنتر أفريكان على 6 مطار يضربها للي ينحيها بيده تعود تضرب على البار تضرب في ركبة الأفريكان وتخرج فوق البار سيمتر وقتها هذي كانا بعضت دليل ودي على الجارية قلت رودي تشريه ولي في بيل وماتش وعند فلوس ما يخليش اللاكسيون هذي 94 دقيقة لعب روه هذي قلت لهم ودي على الجارية لدي هذا اللاكسيون هذي بعث ها للفيفا قالوا بالنسبة للي نحنا كورة ربي تراج وكذير أنا ما تنجم كنت نجم نوقفها 93 نوقفها مالسون تراج روه لكسيون هذي ربي يبعث هذي بش كان دليل برائتنا الكل أخوي سهلة هي الحكاية موجودية وين وصلت القضية اللي عملتها بعربي سنان ولي أخر مرة لا تخيق شبك بشيت العربي انت الأخر مرة حتى هي شين كم شين النيس جب دوها علي سأل علي قالوا له مختار دبوص قال له مرة لا علم له بالوضع ومش يشام لي عيني وقت زمن جمال بركات وين وصلت قرية العملتها لقد دك بعربي ولي وصلت عملنا المكافحة البحث البداية مايراجعوش في البحث تمسك هو قرى وصاحبي قلو كمان أصحاب بعض على بعض نحط نفو المتين تي زازار وانا محامي ماحترامي لزازار الكل قال كيفاش عملتك قلو احترم بالحق السلام عملي مشكية رج جاء في الأقنون يحكي قال مختار وقال واجيه وبيل انتي وكذا يلعب البرا لازم يحط بلانتية تتمر يحط سكور وهذه اللعبة اللعبوه يحط سكور وهذا يحط الجمعية بشتربح عندك تفاصيل نعرف ماهو الواحد انا عمري ملعب في تونس كيف حكم مع ناجم ينقض ويحكي ويحكي على ناجم الجويني مثلا ينقض اسم اسلام انا احكيت لك ناجم تصدقنيش والعبيد تصدق ويحكي شو ما يحط مسيش دينار احمر في الاربيت راش مخذيتوش اما هني قلت لك اسلام كنت عندي معاملات في خدمتي مع العبيد اللي بالضبط والله يا اسلام لازدت عليك كلمة قلت ساب الراوك اليوم تياي اسلام انو حملت مع كنفونسيون بس ملوكي الترنوى هذو ثلاثة حاجات اللي موجودين ودي الجاري يعرف اللي انا مليش بسحق شنق فلوس اسلام راني مليش بسحق بالحق راني الجماعيات اللي تحكي عليهم هذو ما راو يعطيوا المليون وثنين وثلاثة انا في غينان عنهم انا خدمتي حمدوله اتخليني ما نكون موجود بالعكس انو يمشيوا معايا حكام ويعرف الحكام انو يمشيوا معايا يطلع معايا ويقول اتديون يمشي معايا حتى البنقردين راني انا انو نصرف عليه وانا الوقت وانا نشرب وانا نعم مع كل شي والترانسبور وميت فعلي حتى فرانك ما كانت عندي مشكلة كبيرة راني في الفلوس ما طلعت نفو معين في التحكيم الاربيتراج هو موجودين اللعبية موجودين اللي مد فلوس المختار دبوس مغير عرقه وانا اعطيت كنت النجم قول لك سني مريح لان ما خدمت معه بتلب من هو انا من النجم كان يخدم معايا وكنت النجم نعو النادي الفريقي بي علي دفاع الصادق السلمي وقت اللي هو ديما مقابل ديما مثير الجدل تربط به ماتش لكلوب وستاد لتحت فيستاد ماتش بنجردين وقفص متاع البراج حتى ولت عليه قطوة على الجري قريبة مع اللوبي المغربي والموريتاني تقال برشا كلم عليه في ماتش بركان وكيف كيف في المصر يبو سعيد معين الشعبين كانت شكرا منه الكافعة عقبضت على خاطر فكرة ما يخذينها السادق السالمي بالسيفي اللي تحكي عليه انتي ما تشتغف صوب بنجردين وكذا اللي كانوا العباد برشا تحكي ومياخد فكرة اللي كانوا سادق يخفلوس هو غالط السادق متززي أكثر من لازم في بلاياته السادق عنده متزززي تقريب ما شويت كل اللي ترابط بسمه سراتيجي سراتيجي الليستة متنجمش كون مكشتاب عوادية ولا المنظومة واضحين واذا تخلق الليستة سادق راءوا نمر واحد في تونس ونفو لأفريق نحكي لها ما شفتش قلت قبل لم يستحق موصل لرقم واحد لأفريق لا لا الزفر نهائي كاسفريق الزفر دمي فينا كاسفريق لا لا ما تحملش عليه لا لا نحكي لك تحكيميا على فكرة لو عندي علاقة بي وعلاقتنا محترمة جدا أنا نحكي فيك تحكمية رقم واحد في أفريق أنا ما نجمش نقول لك طوى أنت على مستوى الصحفيين أنا كنقيم لك في تونس روصل للسادق رقم واحد في أفريق عاونو لا مش في أفريق لا نحكي على تونس لا تونس رقم واحد في تونس بجبني للأفريق لكن نصل من الخمسة للسادة الموجودين في الأفريق زفر مات شوية كبار سادق ما ننكرهمش رقم واحد نقول لك زفر نيجيريا وغانا بسبعين ولا ثمانين ألف ما تفرش رقم واحد فما اللي كانتهم تعزي دقساني وكل منظومة تحب الدخلك في الأمور هذه ومقابل أنك تقعد موجود في الأفريق رقم تعملها يا أسلام أي أربيت رقم ما كانش رقم بش يعمل كيفك يلمساكوا يسكر كساك يمدتون إياك تصدقهم الليجون ويقول لكم بسلامة قبل قلت كان يكلمني ودي على الجرية اليوم من النقود في طرح نمشي نجري ناخو بوست اليوم كان يكلم ما كنجري جويني على بوست لا لا على يجل الوضع آخر قبل لا لا طب عندي لقيقة ما خرطاش متاع نيفول الجوارات عندي دوبوات نخدم معها من البرة تحب تكون وكيل اللاعبين أي موجود أنا نخدمها كيكا لقيقة نخدم في السكرين نخدم في المرشي التونس ما ترونيش أما نخدم برشا المرشي الليبي مش أنا بش نكون نخدم مع وك اللاعبين منش أنا وكيل نحضر لهم لكم ترى النزاعات مع الفيفا عندي موجودين عندي شوية قضايا في التاس موجود بديت ندخل في السياحة ما تتمخش البوست خطبت لو نقضك ناجي جويني بأنك تحب كني عاية لك اليوم يقول لك يجمعي تقول لي سيفالي عنديش ما نجمش نكون بشنا بناشي ما نجمش ما نجمش ما نجمش محترام كبير من الحكام لقيقة موقع يمكن كمحامي يصحقوا لي برشا الحكام أخر مرة في المعساية التي صارت المحرز تلمينا الكل مرينا بعضنا الكل الحكام الكل كنا يدوحد لكن إسلام رودي ما كل حكام يضرب الله يضربه أنا مراش روحي مراش ما تزيدني شي ما نحن حتى أي عبد يجي وتنك ما نتصورني كل يوم في الدعنا باش نعين فلان وما عاش عليش كون كلم وما عفهم مايش حتى رونتابيري تي حتى على مستوى المادي ما نعني دوسي على دوسي في التحكيم تجم تيخو 40 و50 مليون قلت في التحكيم على مستوى النزاعات نتع اللي ترى عنا معام كونفنسيون أنا محميهم جوريت كل رجولي اللي أنا سويا لإزا تصريحاتك الخرانية مثلا تقول الفرق التونسية أو الفرق التونسية كلها بطولتها معروف ما فا ما نقبل لكم بشي هزا وكان كعين كتلمح وتشكك في النزاهم بتاع البطولت هذه تصريحات أخرى تتهم في الفريق الجزائري برشوة الجزائري برشوة الحكم مع تهروا مؤخرا درني رمون ما تشوف ما استسهال الميكروز اللي قدام كونت رجل قانون ومحامي وتقول في كلام عنها كما هك اختير برشا هو فما حالين فما استسهال وفما تعطي قيمة الميكروز اللي قدام السلام ما ديش رك تباسي أنا كالعبات تبدأ تتصنط فيها العبات النجم نقول نتعدى أنا قاعد نحكي في واقع تعرف السلام قلتها ونعودها وقتالي الراء جامعية عادية مش من الاربعة الكبار هزت بطولة سلام وقتا كورتنا راي تصلحت وقتالي الراء الملعب التونسي بالكورة هذي كالي لعبتها ولا المستير منعش ولا سيابي ولا قفصة نمشي معاك اللي بعد وقتالي تسحق وقتالي نقيموها اللي هي تنجم تيخوا بطولة ما غير ما يضرموها الحكيم وقتا كورتنا تكون تسلح السلام واضح هذيك صح شكرا لك مختار لحظوكم معنا فماشي حاجة اخرى ما حكيناش فعندكش دوسي ما حكيت ما حكيت ما حكيت ولكش اليوم دوسي أكيد عندك دوسي برشا وما مقابلات أخرين والله أظلي والله نقول لك ما عديش كرير كبير أظل ما يقلوها عليهم فما برقش فما حاجة ما قلو ليش عليهم ما عديش كرير كبيرة في التحكيم حكيم فاشل كنت نعم فاشل فاشل كلوش رو رو احد هني نعتي فيهم في الوضعية متاعي نتمنى نتمنى الوضعية متاعي طوى اسلام نحب تكون عندي مكانة على مستوى المحامين الرياضيين في القانون الرياضي تعرف بش تزاحمهم ولا بش تدخل معهم ولا بش تنافسهم لازم كبرشا وقت لازم كبرشا خدمة هذي مصالح عبيت تعرف مصالح جوارات ان شاء الله هو القانون الرياضي تقرأ هو واحد ولا كيفاش خاطر عملتوا لي انتي وكاميل بن خلي الحاجة ما الحق ما حبيتش تعد عليكم الجمعة ذا كنا نحكيوا على الملاعب اللي جاء للكلوب 17 عام ما فيكم حتى واحد لأنت اللي هو قال لي ما عندوش حقي صحف للكلوب الا ما يغلق في 18 عام لا بالنسبة لي أنا لم أعرفت اللعب حتى ما متواجه لي السؤال وحتى لو كان متواجه لي أنا بدأ نقول ما نعرش ما نعرش لكن الروس لم جاء عندو نهارين وقعدنا وقتا كنا نجم ونعطي معلومات سيئلة أنا شو نقول فاس تحكيم شيت على روح جيل نير اللي كنت التوى عندي صحابي حكام نتقابل معهم يوميا على الاتصال بهم يوميا صفحة تويت أنا في صفحة أخرى منحب لنعدي في كارييري حتى في المحامات في القانون الرياضي لأخيخ منحب لنعدي الكاريير متاع التحكيم نخدم بديت لأخيخ كنت مزهار لكوني خدمت مع معنا بديت مع لدي السوسيتي نخدم معهم في خدمة نجم 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 نقيم مسيرتي كحاكم نعطيك معنا كانت رجعني هنا 97 وعطيتني 97 ما ندخل للتحكيم جملة ولا ما ندخل السلام عليش اه معنا ترجعني وتحطني طوى بحذ ذاك مقابلك ونبدأ ونحكي وعلى اللفظة يا حيث هم متاع بنقردين وكاذا الحقيقة ما نحبش نحط في الوضع هذه الحقيقة خدموا بيك اي مش كان بيان السلام خدموا لطا ويخدموا بالحكام لليوم لليوم يخدموا عليش ما كنت مهامي أنا كنت مهامي أنا كنت تربيتر انا عملت تربيتراج من 97 دخلت لمحامي تراني 2005 اي كنت تزفر 2005 ما عطتها تزفر اي نحكي لك سيد دوزة لا مش نحكي كي بديت نحكي من بعد من بعد سيد دخلت وسيد السلام ركي عشتها معنا رأي دودة تولي متعيش معنا ليه دودة توليك المخدرات ما عشت نجم تبعد عليها كزاتلة نازمة كل جمعة تسعمل دوزة متاعك تزفر ويسبوك حتى كان تزفر ما يسبوك شما تخذت دوزة متاعك صدقني معنا تزفر لوزة اللحظة معنا تعمل دي بلاسمو وتخر ستم تعصباح ومبعد كي تبدأ مروح وعمل كير تقول شلسنية رأي برشة ربيترويات دو مروحين يقول أيضي بركات تخل نعتي تتونيات يقول خروح ونهار ثلاثة تخل نترين نترين نال خميس سنة في الدزينيازيون إذا كان مشري شو معنا معنا أنا مكذبتش السلام رأني كنت مختلف على جميع الحكام بساميهم اللي تخيلهم في مخ بعاد الزامول باللي تتخيل في مخ ما مشكلتك مع عاد الزامول لا صحبي كنت عنا مشكلة وفضيتوها وفضيناها في وحش الشيس مع سامي الوحش ما عادش فهم مشكلة يما هو طوى يعمل فيه مشكل قاوم مستهدف النادي الفريقي خوية عادل تحب منعتي من هنا كي تبدأ فما مفيول النادي الفريقي خليني أنا نقول والله خليني أنا نقول أنا رأو عادل زامول بلغ لكم لكون وذي كرأي كفرع تحية العادل ولجميع الحكام نتمنى لهم قل طعام صعيب ناجي جويني ما كان شو نيفو التزامات على المستوى الخلاص ناجي قال لهم لو نبدأ سيزون وما تخلصوش رنها بش ندي موسيونيو ناجي موجود ما فهمش فلوس وضع كارثي للحكام يترنيهم غير ما يدوشوا بعد ساعات يقص عليهم الضو بربي ناجي بجاه ربي حاول 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 خلص الحكام شكرا لك مختارد عبوس على حضوركم معنا نحن نتلقى في حلقات جديدة وضيوف جدد بش يكونوا خلال الايام